ليس صدفة أن يبدأ ولي العهد السعودي عاما ولايته السادس من تركيا فعلى هذه الأرض وتحديدا في قنصلية بلاده بإسطنبول تعرضت صمعة محمد بن سلمان لضربة كادت تكون قاتلة لمستقبله السياسي خرج ابن سلمان من عزلته تخطى قضية اتهامه بالتورط في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأقفل بازار المصالح الذي فتحته القضية انطلق في رحلة إعادة تثبيت موقعه دوليا ومحاولة ربط الأوصال التي قطعت مع العالم بعد تقطع خاشقجي في الثاني والعشرين من الشهر الحالي يزور ابن سلمان تركيا للمرة الأولى منذ عام 2018 عقب زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى السعودية منذ أسبوع وتأكيد طي صفحة الخلاف بين البلدين المصالح الاقتصادية والسياسية كانت أقوى من تهديدات أردغان بمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي من أسفل السلم إلى أعلاها وفق تعبيره جولة محمد بن سلمان التي تشمل مصر واليونان وقبرص أيضا تسبق زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية الشهر المقبل وهي زيارة تكرس تفوق لغة المصالح المتبادلة والسيما في لحظة حساسة تحكمها أزمة دولية متصاعدة يدخل ولي العهد السعودي عام ولايته السادس من الباب الاقتصادي الكبير في خضم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المواجهة الروسية الأطلسية في أوكرانيا محاولا إخفاء فشل استراتيجي في اليمن بعد سبع سنوات من حرب زعم أنه سينهيها خلال سبيع وقمع غير مسبوق للمعارضة وأحكام لقبضته على البلاد بتحييد شخصيات منافسة له على العرش في أجنحة العائلة المالكة يتجه محمد بن سلمان بعد خمس سنوات من تعيينه وليا للعهد نحو تحقيق رؤية 2030 التي وعد بها بتغيير اقتصادي غير مسبوق في تاريخ المملكة وإعادة تعريف للهوية الاجتماعية والدينية ترسم صورة السعودية للسنوات المقبلة